سائلة كريمة تقول هل يصلح أن تكون المرأة مفتية؟ هل وجدت في تاريخنا مرأة تصدت للإفتاء من قبل؟ أم أن هذا موضع خلاف؟ هل من الممكن أن تصل مرأة لهذه الدرجة من العلم والتفقه في الدين؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أسأل الله عليك التوفيق والسداد والرشاد الإفتاء يتعلق بالعلم وليس بالجنس العلم مفتحة أبوابه أمام الرجال والنساء فمن تحققت فيه مؤهلات الإفتاء فلا حرج من قيامه به سواء أكان رجولا أم كانت امرأة وقد نص الفقهاء على ذلك يقول النووي رحمه الله في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارمي المروءة فقيها النفسي سليم الذهني رصين الفكري صحيح التصرف والاستنباطي متيقزا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرص إذا كتب أو فهمت إشارته الأمسية على هذا عبر التاريخ كثيرة وعلى رأس هؤلاء من النسوة المفتيات أمنا عائشة رضي الله عنها فقد كانت مقصد الرجال والنساء في الفتية بسبب قربها من النبي صلى الله عليه وسلم وذكائها وفقنطها حتى قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل ويقول ابن عبد البر في الاستيعاب عن مسروق رأيت مجشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض عطاء بن أبي رباح كان يقول كانت عائشة أفقها الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة وقد عدها ابن القيم من المكثرين في الفتية من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الفوائد البهية في ترجمة السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء أي نعم يقول عن شيخ عن السمرقندي شيخ كبير فاضل جليل القد كانت ابنته فاطمة الفقيهة العلامة زوجة علاء الدين أبي بكر صاحب البداء وكانت تفقهت على أبيها وحفظت تحفته وكان زوجها يخطئ فترده إلى الصواب وكانت الفتوى تأتي فتخرج عليها خطها توقيعها وخط أبيها فلما تزوجت بصاحب البداء كانت تخرج عليها خطها وخط أبيها وخط زوجها إذا كان لم يعرف منصب المفتي العام عبر القرون الماضية على النحو الذي عرف به في واقعنا المعاصر هذه مسألة إجرائية وليست مسألة فقهية أو شرعية وإن كان ما أنيط بالمفتي من التصدق لقضايا الرأي العام عبر وسائل الإعلام والتصديق على أحكام الإعدام واستهداف عرضه من قبل العلمانيين وخصوم الإسلام يجعل من الأصول للمرأة والأحفظ لعرضها أن تظل بمن آ عن هذا المنصب الرسمي حرصا عليها وظلا بها لا حرمانا لها ولا جورا عليها الشعر يقول حرصي عليك هوا ومن يحرث ثمينا يبخلي ترجمة نانسي قنقر يسلم وحقه وقت